أهلا بكم في الذكرى السابعة لمجزرة جمعة الكرامة الجمعة التي شهدت أبشع مذبحة في تاريخ اليمن المعاصر وبقيت جرحا نازفا في الذاكرة اليمنية بل والإنسانية هذا الشارع في قلب العاصمة صنعاء كان مسرح الجريمة فبينما كان المعتصمون يؤدون صلاة الجمعة كان القتلة يعتلون أسطح المباني المجاورة بعد يوم من بناء حاجزا اسمنتيا للحد من تقدم المعتصمين خارج ساحة التغيير وأشعل النيران فيه تتذكرون هذا المشهد المهيب مئات الشبان يمرقون من شارع ضيق نحو جدار مرصود فتنهال عليهم الرصاص كانت النتيجة سقوط 52 شهيدا من الشبان المذهل في المجزرة أن الشباب لم يفروا من الرصاص بل اتجهوا صوب مطلقه للقبض عليهم من تم القبض عليهم تم تسليمهم إلى قيادة الفرقة الأولى مدرع أنذاك بقيادة الفريق علي محسن الأحمر وبحسب قيادة الفرقة فقد تم تسليم القتلة إلى النيابة العامة التي قامت بعد ذلك بإطلاق العديد منهم وطواطأ الجميع لإخفاء معالم الجريمة الأبشع في حق الشباب السلميين مذبحة مريعة هزت الشعور الإنساني وشقت النظام السابق إلى نصفين حيث انهالت الاستقالات من صفوف حزب صالح وقيادات في الحكومة وكذلك قيادات بارزة في الجيش ساعة قليلة على المجزرة وخرج صالح يتهم سكان الأحياء المجاورة للساحة بالوقوف وراء المجزرة لكن منظمة هومورايتس ووتش أكدت في تقرير لها تحت عنوان مذبحة بلا عقاب صدور أمر قضائي من إحدى المحاكم اليمنية بالتحقيق مع المخلوع صالح وأحد عشر من أركان نظامه بينهم عدد من أقاربه الذين كانوا على رأس الأجهزة الأمنية والعسكرية أنذاك لكن تلك التحركات القضائية أجهدها المخلوع حيث كانت أجهزة الأمن والقضاء تدار من أركان نظامه محمد ضحايا محمد ناجي علاو أكد أيضا أنه بادر مع زملائه المحامين بالتحقيقات لكن تلك النيابة أجهضتها بعد أن كانت تقدمت باسم سبعين شخصا للمحاكمة بتهمة الظنوع في المجزرة جماعات حقوقية يمنية ودولية حاولت على مدى السنوات الماضية الدفع بملف جمعة الكرامة إلى مجلس الأمن لكن الوضع السياسي والعسكري أفشل أي تحرك لهذا الملف وبعد سبعة أعوام من هذه المذبحة ما زال أهالي ودو الشهداء يبحثون عن العدالة وعن مصير المتهمين الطلقاء ويبدو أن على اليمنيين أن يقطعوا المزيد من الأشواط قبل الوصول إلى دولة تحقق العدالة لأحيائهم وأمواتهم ففي بلد كهذا تغتال العدالة أو تغيب لكن الجريمة لا تسقط بالتقادم بالعودة إلى الزملاء في السيديو الأخبار